يكاد كل شيء منكر تأباه الأنفس السوية تلسقه بعض من وسائل الإعلام بالمقاومة في لبنان تزداد حدة حملة التشويه لحزب الله ولا سيما في الآونة الأخيرة بس أنت عامدا متعمدا وبتعرف أنه هذه أضي ملفقة وكاسبة وما إلى أساس من الصحة وبتجي بتصرف بهذه الطريقة هذا الأمر لم يعد يحسن السكوت عليه على الأطلاق يقصد السيد نصر الله في هذا السياق إعلاما لبنانيا يتعمد تلفيقا مستوحا من قصص خبرية موجهة ضد الحزب أمريكيا وغربيا بلا أساس ولا سند واقعي والقصة هي تحديدا ما أشعته أيضا هذه القناة الإماراتية إيطاليا تفشل حزب الله اللبناني في واحدة من كبريات عمليات التهريب المخدرات في العالم لا يقتصر ذاك التحامل إذن على الإعلام الغربي فثمت أيضا إعلام عربي معاد في الخليج بالأخص يمتهن الإفتراء كما أشار إلى ذلك الأمين العام لحزب الله ولا يحتاج إدراك استهداف هذا الإعلام للمقاومة اللبنانية إلى كثير عناء أكدت انتشار عناصر حزب الله في مرفأ بيروت بعد وقت قصير من وقوع الانفجار ينسحب ذلك على المقاومة الفلسطينية في غزة بحملة تشويه هي جزء لا يتجزأ من حرب دعائية تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي تفشي الفيروس استدعى إجراءات من قبل سلطة حماس لحجره إجراءات كشفت ربما عن أزمات القطاع المركبة لا تستثني الحملة أحدا من الأطراف المنتمية إلى محور المقاومة في العراق مثلا تستهدف الدعاية فصائل المقاومة والحشد الشعبي ويأتي استهداف فالح الفياض في هذا السياق من وسائل تنعته برئيس للميليشيات في إشارة إلى هيئة رسمية هي جزء من القوات العراقية المسلحة والأمر ينطبق على استهداف أنصار الله في اليمن كذلك الحال مع سوريا إذ كانت لسنوات عرضة لهجمة أعلامية ولا تزال وعلى نطاق أوسع تعد إيران هدفا يوميا للآلة الدعائية في الإعلامين الغربي والخليجي فضلا عن قنوات موجهة ناطقة بالفارسية غرضها إحداث البلبلة بين الإيرانيين